وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الآيات يقولون أن الشرقين لا يوجد شيء بالحق لتأتينا وأن الشرقين يقولون أن الشرقين لا يوجد شيء بالحق لتأتينا حيث أنهم يقومون بسرعة السبب لذلك الوليثيات يتحدثون بالحق لهم ولكن الله سيؤلون بينهم على اليوم القرآن بسبب ذلك من المساوات التي قمت بإطلاقها ويقومون بشكل أكثر من المساوات التي تقومون بإطلاقها من أن يكون في المساواته ويقومون بإطلاقهم لا يوجدهم أن يأتيهم بإطلاقها لأنهم في هذا العالم يوجد شيء ويجبون أن يكون هناك مجرد ويوجد الله يتحدث في الأمور والأمور لذا أين يمكنك تحوله يوجد الله حقًا الله يستطيع معرفة وعرفة. يقولون أن الله لقد أخذ أسنى. يقوم بإمكانه. أقل أنه يقوم بإمكانه ما يكون في الأرض والأرض. كلهم يؤمنون بإمكانه. أصدقاء الأرض والأرض. عندما يقوم بإمكانه، يقول فقط أنه يكون. الذين لا يعرفون يقولون Why does Allah not speak to us or there come to us a sign? Thus spoke those before them like their words. Their hearts resemble each other. We have shown clearly the signs to a people who are certain in faith. Indeed, we have sent you, O Muhammad, with the truth as a bringer of good tidings and a warner, and you will not be asked about the companions of the hellfire. Thank you.